اشتركوا في القناة وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض من الأرض كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم أخفوه أخفوه لماذا؟ يعني الأمور تتبع مقاصدها يعني إخفاؤه دعنا نقول أنه له دلالة له دلالة كبيرة جدا لسبب لأن هذا البيت العتيق يعني هما لما جموا ولقوا فيها شعاع لقوا الشعاع دي قصير الموجة لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركز الصورة فوجدوا أنه خارج من مكة وبالتركيز وجدوا أنه خارج من الكعبة هذا ما ذكر وله تأثير؟ ووجدوا أن هذا الشعاع ليس له منتهى يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر فقالوا أن طول الموجة اللي احنا عارفينها أو قصر طول الموجة اللي احنا عارفينها هذا الشعاع له خاصية محددة وهو أنه مستمر الأسباب لأنه كما أعتقد أنه يصل هذا الشعاع أو يربط الكعبة المشرفة بالبيت المعمور لو أنت عندك قطب شمالي قطب جنوبي في النص فيه منطقة اسمها منطقة التعادل المغناطيسي لو حطيت فيها إبرة مغناطيسية لا تنحرف يعني السحب هنا وهنا واحد أيها بديء بسمها منطقة الزوال المغناطيسية التي ليس لها فيها خطوط قوة مغناطيسية ودي عشان كده اللي بيروح مكة اللي عايش في مكة المفروض يبقى أطوله أمرا وأكثره صحة وأقله تأثيرا بالجاذبية الأرضية وبالتالي عندما تطوف أنت تشحن معلش سبحان الله هي هذه حقيقة هذه حقيقة عالمية للبعد عن لأنك لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسية الأرضية في هذه الحالة وهناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم هذا كلام حقيقي أقدم الصخور وهذا أثبت علميا أثبت علميا وبحث منشور أخذوا صخور بازلتية من مكة بازلتية من مكة وشافوا المناطق اللي بتكون لنا الأمر أن المتحف البريطاني فيه ثلاث شرايح من الحجر الأسود وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسي أثبت علميا